موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام معكم عمر شريف سرور دي تقريبا المحاضرة الستة تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على الماتيريالز ويتعمقنا فيها أساسيات زي الأنريل بيفكر التعاملات دي كلها ودلوقتي تعالوا ندخل على البلوبرينت هندخل على البلوبرينت ايه هو البلوبرينت البلوبرينت يا شباب هي أداة الأنريل بيفكر بها خلاص يبقى البلوبرينت هي أداة ايه خليني اعفل ايه يبقى البي بي بي بنسميها بي بي يا شباب خلاص البي بي عبارة عن أداة الانريل او think ازاي الانريل بيفكر بمعنى ان انا مثلا عايز اقوله اي حاجة تتخيلها مش بس للعميل ومش بس تغيير ومش بس انتر اكتف لا ده انا ممكن اعمل بتاعتي وتكلمنا ممكن شايفين القيمة اللي هنا دي ممكن اغير فيها براحتي اقول له لا ايه هنا حطيلي مش عارف ايه وغيرلي الألوان دي ليه لان الانريل زي ما قلنا في اول محاضرة open source يعني ايه open source يعني مفتوح نقدر نغير فيه في اللي احنا عايزوا اي نعم احيانا بتحتاج لي visual studio مثلا لو انت لك فيه C plus بلس او حتى يعني بتقح فيها زي يعني ماشي على سطر وتسيب سطر او حتى بيه البلو برينت طيب تعالوا نتكلم على اساسيات البلو برينت طبعا لو عايز يستفيد في البلو برينت انا عامل كورس متخصص في البلو برينت from beginning to advanced بتقدر انك يعني ده كورس كامل يعني فيستحيل ان انا في اساسيات اديك حاجات اعرفك بزي تتعامل مع الماكرز والفرق ما بين الماكرز والفانكشن بصيغة تانية غير اللي احنا هناخدها مثلا النهاردة او في القسم الخاص بالبلو برينت الديسباتشر طبعا كل الديزاينور ده ده اتي بيسمعني كل معماري هيقول طب انا مالي ومال اللحفكة دي كلها ما انا كنت يا عم في الماكس كافي غيري شري وقاعد كده وبعد ارندر صورة في ساعتين ثلاثة انا هدي وش دماغي ليه في البرمجة هقول له بص الواقعية والوصول لرضا العميل التميز الحاجات اللي انريل بيسرها لك لازم تتعلم هو العالم رايح للقصة دي والدليل البلو برينت دلوقتي بقى بيستخدم فيه البروداكشن نيوز ازاي يعملوا المطرة ومش عارف ايه وكده وحاليا استخدم برضو في اكتر من فيلم اول فيلم استخدم فيه هو افاتار وتم صناعة تول من الانريل انجن كاستم تول يعني مش في الرندر لا تم استخدامه في مزج الحقيقة بي عالم افتراضي اللي هي البروكسيز وما الى ذلك طيب يبقى هو العالم رايح لكت لازم نعرف مسألة سهلة خالص مسألة تفهة جدا فقط شوية قواعد وهتلعب بعدك وزي ما قلنا همتهم تنطحوا الثرية وجدهم الالف اللي الحضيد يفقوا حضيده يعني اللي يفرق مثلا فلان عن فلان فيه الشغل او فيه الانريل هو بعد توفيق طبعا ربنا يعني انك ممكن خبطة على الدماغ تنسى كل حاجة بعد توفيق ربنا بيرجع لي المنهج اللي انت سلك فيه تميز بإذن الله هتكون متميز زيك زي غيرك خلاص زيك زي غيرك تمام طيب فاهتموا بالانريل خصوصا وهتموا بالبلوبرينت خصوصا طيب ايه هو البلوبرينت البلوبرينت عبارة عن لغة السي بلس بلس معمول لها تحديث يعني لغة السي بلس بلس اللي قائم عليها الإديتور اللي احنا شغالين فيه وازاي البرنامج ده شغال وكل ده تم تحويله لحاجة اسمها فيجول VS Visual Scripting او بنسميها النود Programming System تمام طيب او الواير عشان بنوصل حاجات Programming System طيب جميل يبقى السي بلس بلس تم تحديثها عشان نقدر نستخدمها احنا كديزاينرز احنا كناس لا نفقه شيء في السي بلس بلس يعني انا شوية وصناعت Tools بتاعتي وكده وليه Custom Tool حتى جوه الماكس ليه سكريبتاتي الخاصة ليه كده وفي كتير بينكم عارفين كده اللي تواصله معايا يعني ولكن انا مش ضليع زي المبرمجين بتوع السي بلس بلس انا مش محتاج لده انا محتاج اعرف ازاي ادخل على Function Library خلاص وادخل فيها حاجات جديدة واحولها لبلو برينت واستخدمها طبعا دي Advanced شوية بس خلينا نمشي تاتا تاتا يبقى السي بلس بلس تم تحديثها لVisual Scripting سميناه البلو برينت ليه سميناه بلو برينت لانه شبه الخرايط كده عمزة البلو برينت تمام يا شباب تمام طيب ايه هي قواعد البلو برينت او اي اي حاجة تفتح لنا في ذا هقول لحضرتك المشهد اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ركز معايا كويس قوي لان هو ده لا هيخلي حضرتك تقدم للعميل منتج interior او exterior ماشي في الفراغ تفتح الباب تقفل الباب تغير لون الاضاءة تغير لون الائي اس تتحكم في الماضل تتحكم في ازاي صورة من عنده يسحبها في الفيو بورت تبقى ماضل وما حاجات كتير جدا جدا ازاي تعمل الحاجات دي ازاي تخترع هو المدخل بتاعك هو البلو برينت ليه لانه هو interactive مع الجرافيك صنعت كيان interior exterior game film عايز بقى يتفاعل كده افتح الباب كده خش كده اتسلطن شوية اسمع الجو ده العالم الافتراضي ده قوامه على البلو برينت خلاص طيب اتفقنا وقلنا انا دلوقتي في خلاص اتفقنا قلنا هي هي المشاهد بتاعتي كل ملف او كل ممكن اعمل فيه عدة طيب اللي عندي ده حتلاقي في حاجة اسمها open level لو فتحت الوحش ده كده لو فتحت الوحش ده كده هلاقي عندك ادي شكل البلو برينت عندك على شمالك هنا عندك الماكرو والفانكشن يعني عالجمال انا عاشق للماكرو وهائم في حب الفانكشن يعني وحبيبي ال خلاص وعديلي ال ديسباتش تمام في صلة قرابة تحس ليه بقى الفانكشن و الماكرو لما تتعلم البلو برينت هتستخدمهم اكتر من مرة خلاص طبعا استخدمناهم اكتر من مرة واحنا شغالين سواء في الكورسات بتاعتنا او حتى في الكورس الاساسيات هنتكلم عليهم واحدة واحدة بس تتتت بس مش بتعمق لا التعمق ده يعني كورس كده تبقى انت داخل متسلطن ده بس ايه بتشيل اللغز اللي حواليه بس واوريكم ازاي هي سهلة وتفهى تفهى جدا خلاص عندنا فوق هنا اول حاجة عندي الكمبايل هتقولي الله كلمة كومبايل يا واضي عمورة الكلمة دي مش غريبة علي انا قابلت الجملة دي وانا في سي بلاس بلاس آه تصدق ان فيه برضو في سي بلاس بلاس حاجة اسمها كومبايل كومبايل يعني اعمل apply للكود مع عملية debug ملخصها بس يعني ملخصها برمجيا يعني ايه debug الكلام المجعلز اقولك بالراحة ما فيش حاجة مجعلز ولا حاجة هي حاجة اساسية انت لما تسمع حاجات ومصطلحات الكلام ده انا وظيفتي افكلك الشفارات دي عملية debug هي عملية الحتة دي شغالة ولا لأ وليها اكتر من طريقة طريقة كودز اللي احنا بنعملها هنا وبيتم ترجمتها او ترجمتها الى لغة السي بلاس بلاس ومنها يدخل وينفذ الاوامر جوه الانريل وهو ده الكمبايل يبقى لما دوس هنا عملت الكمبايل ودست الكمبايل بيعملي يحول لي الكود ده الى سي بلاس 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 ومن سي بلاس بلاس يبدأ يعمل جوه الانريل فيقوم الكود بوظفته تمام طيب دي اول عملية كومبايل زائد دي باج طب هل في عملية دي باج تاني اه طبعا في حاجة اسمها print string طبعا برضو اللي وحنا في المدارس ايام الكمبيوتر الصخر تفاكرين لما مش عارف ايه print string ايه ده كتاب لي هلو على الشاشة يا ميس بس خلاص انت كده مبرمج عالمي لما تكتب هلو وورلد ومش عارف ايه print string enter ايه ده يا ميس ده كتاب لي ايه هلو وورلد انا انا بتاع ده بيل جيتس خلاص انا هاكر تمام فهي نفس الموضوع كده الprint string اداة debug ولكن inside the code او عشان debug your code اللي انا عايزه من الكود ده اشتغل باللنا بفكر فيه ولا لا هي الاداة السحرية الجميلة دي طبعا متستهونش بيها تاتاتات خلاص طيب الاداة التانية هي اداة machine على حسب برمجة ال blueprint بعد بيتخلص كودك الرول خلي بالكو خلي بالكو خلي بالكو المحاضرة دي مهمة جدا ال compil بيعمل بيحول ال blueprint to c plus plus كود عشان يعافينا من كتابة الاكواد plus زائت انه بيعمل لك عملية debug خلاص عملية ال debug دي مش اللي انت عايزوا تلفز ولا لا زي print string لا ده الرول شغالة ولا لا القاعدة اللي انت عملها دي صحيح ولا فيها حاجة نقصة مالوش علاقة كمبيوتر واحد زائت واحد بيسوي اتنين طب انت اصدق واحد زائت واحد يعني مثلا فلان الفلان التاني مثلا يعني انا عمر زائت مصطفى هو يحسب هلك اتنين واحد زائت واحد اتنين يا عمم انا عايز محمد مش مصطفى هو الرول قاعدة سبتة انت بقى بعملية الديباج بتحول وتشوف هل هو محمد ولا مصطفى ما عافش ليه بزع معلين تمام يا شباب نعيد الحتة دي التاني عشان الحتة دي اي اصلا بشوف هبل احيانا بصراحة على اليوتيوب وحاجات ضائعة خالص طيب على فكرة حتى من الاجانب ما تستغربوش من دا وعملين كرسات طيب طبعا الكلام دا بقوله لكم مش كده وخلاص اللي يفكر دا الكلام دا المناقشة بين وبين اشهر في الانريل اسمه اندي خلاص اتكلمنا في الموضوع دوت يعني هبل كتير جدا على اليوتيوب عشان كده تلاقي الناس اللي بتاخد من اليوتيوب حاجة من حاجتين يا بياخدوا المعلوم ما عارفش يطبق وطبعا المعلوم بتبقى ناصر يا اما بتلاقيه في سكة تانية هو عمالي بيكرر ومش فاهم هو بيعمل ايه ما اتفقنا احنا في كورس الاساسيات بنفك بعض الطلاصم اللي تخليك تعرف تفهم الانريل وتمشي فيه خلاص دي وظيفتنا في كورس الاساسيات طيب نراجع الحتة دي تاني مهمة جدا 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 كله بايركز معايا عملية الكمبايل هي عملية تحويل البي بي البلو برينت كود اللي احنا بنعمله هنا الى سي بلاس بلاس كود زائت apply بيعملك apply لي الكود بيمشي لك انا عايز اعمل كذا عايز مش عارف فرخة نط انا عايز الانتيريور بتاعي وانا داخل يبقى مش عارف ايه طب انا عايز وانا داخل الانوار تفضل تترعش انا عايز الهاب بص اي حاجة في دماغك تتخيلها او ممكن تتخيلها في يوم من الايام بتقدر تعملها ليه؟ لانك بتتكلم على مزيج ما بين الجرافيك اللي انت بتحبه والمشروع بتاعك زائت برمجة ومعروفة لغة البرمجة اي لغة حتى برمجة او حاجة متشعبة من لغات البرمجة بتبقى شديدة القوة تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها خصوصا لو البرنامج زي البرنامج بتاعنا open source program يبقى عملية الكمبايلينج بيحول لي البي بي معلش النظر مهمة بس اللوقتي وهنطبق دلوقتي بس يعني انا عارف كويس جدا بأكد عليك وعلى ايه كله يركز عملية الكمبايل صدقوني والله لما توصلوا بالاحتراف هتعرفوا فايدة دي هتعرفوا الحتة دي الكمبايل بيحول لي البي بي كود اللي انا بكتبه هنا الى السي بلاس بلاس كود بعد ما يتحول بيعمل لي apply رقم واحد رقم اتنين نفس الكمبايل بيعمل لي عملية debugging عملية ال debug دي بيشوف القاعدة العامة بصوا بيشوف القاعدة العامة وليكن انا عندي عمر زائد مصطفى بيساوي عمر زائد مصطفى خلاص هو بيشوفها one plus one يعني عمر واحد بس شخصية واحدة plus one انا بس بحاول اقرب يعني وإلا ما فانت ممكن تعرفه عمره ويختار عمره ما ياخدش مصطفى وكده يعني بس ايه عشان تتتت one plus one equal two خلاص فانا بقوله دي اللي هي القاعدة فانا بقوله يا عمه ايوة عمر وانت جايب لي مصطفى equal two يقول لي ايوة ما هو ده واحد زائد واحد اكولت ليني القاعدة صح اقول له ايوة بس انا مش عايز مصطفى هقول لي طيب خلاص ما انت اللي بتحط الاسامي مش انا ساعتها اوم رايحة اختبر الكود بتاعي عن طريق الprint string بقولك ايه هو اللي ظاهر عشان كده اسمها الprint بيظهر لي على الشاشة ان كان الكود ده شغالي ولا لا تمام هو اللي ظاهر عندك مصطفى ولا محمد لو لقيته محمد بنروح اغيره من الصورس ايا كان الفيريبل اللي عندي هنا واخليه مصطفى ولو هو مصطفى يبقى الكود بتاعي شغال صح يبقى دول اداتين اداء بتعمل ديباج اوتوماتيك قاعدة رول وان بلاس وان اكل تو والتانية اللي عملك بتاعنا الprint string البسيط ده بيعملك عملية ديباجينج للكود بتاعك على فكرة الكلامي ده مش كلامه برمجين الكلام ده المعماريين اللي بتاع الجيمز لأي شخص عايز يتعلم الانريل لان كل شوية عمل لانك حتى تصادم لازم تكون عارف حاجة من لغات البرمجة او البلوبرينت في الفترة الجاية الانريل قوي يا جماعة اهتموا بال شوفوا عم والله يبقى لي ست سنين عمال اقول الكلام ده ولسه الناس فيقة ان الانريل قوي من دلوقتي يا جماعة اهتموا بالكلام ده طيب تعالوا بقى كلامنا اتمالى نظري وإلى العملي اللي احنا فتحناه هنا level بتاعي level ده البلوبرينت بتاعه اسمه open level blueprint event يبقى اللي هيتم في الحتة دي خلاص اللي هيتم هنا هيتم تطبيقه على level ده فقط المشاة ده فقط يعني حضرتك لو انا جيت تعالوا نتأكد هنعمل هنا حاجة اسمها event begin play هنكتب بس click main ويطلع علينا اكواد طبعا لو عارف تروح من هنا وتختار النوت بتاعك وكده او اسهل لك search هتكتب event begin مش مهمة مسافات event begin play يعني يا معلم اول مبدأ play ايه اعمل لي واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة كود اللي بعد ده كود احنا عشان نعمل له debug اشوف ال event begin play ده شغال ولا لا اقول له وريني اكتب لي يا سيدي عمر او يبقى اول ما هبدأ هكتب لي ايه عمر باللون الفلاني هيقعد مثلا خمس ثواني خلاص هدوس compile حول لي دول الى وعمل لي apply خلاص المفروض دلوقتي لو انا هدوس play بصوا عمر اهو بصوا واحد اتنين ثلاثة اربعة وخمسة ثاني ثاني add the event begin play وadd the print string فانا عايز اشوف النوت ده ده شغال ولا لا بيقوم بوظفته ولا لا هقول له يعمل لي print string وريني انت شاء يعني اكتب لي مثلا عمر يا سيدي يبقى اول مبدأ اللعبة event begin play اكتب لي عمر يا سيدي وخليه لي يا سيدي بالله يلا محدش حاوش compile لان انا غيرت هنا بصوا compile ادوس compile وادوس save وبعد كده play بصوا عمر اهي على الشمال فوق اهي بصوا هنا اهي عفوا 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 ثاني اهي حد شايفها اهي عشان تبان اكتر هنوقف هنا خلاص هنختار بس اين احنا اهي شاكنا يا شباب على الشمال اهي طيب يبقى دي اللي انا حطيته فيه level blueprint الخاص بالليفل اللي اسمه first person example map البلو برينت بتاعه مش هيخرج برا فلو انا فتحت اي مشهد تاني وليكن clicky mean هعمل new level بصوا هعمل مشهد جديد هيقول لي عايز تسميه ايه يا ابو العمرير هقوله بقولك ايه يسميهولي عمورة مثلا اي حاجة في اي حاجة وافتحولي هقول لي عايز سايف القديم هقوله اه زي ما تشايفين فتح البلانك طبعا البلانك ده وتقدر بقى انت بقى تبني فيه المشهد بتاعك وليكن يا سيدي هتبدأ بقى تحط فيه مثلا اه دي طبعا ما فيش اضاءة يعني هتبدأ بقى تحط بقى اضاءتك يعني والسفير بتاعك وكده اه ضيب خلينا نرجع اه ماشي انا دلوقتي في مشهد جديد خلينا نكمل بدل ما نبني اتفقنا ان هنا هتبني يعني الحاجة بتاعك لو انا فتحت open level blueprint وانا في المشهد الجديد بصوا مش هلاقي الكود بتاعي اللي في المشهد اللي قبله خالص اه يبقى فهمنا ان open level blueprint بصوا انا رجعت تاني للمابة بتاعتي level open level blueprint هو blueprint خاص ب ال level بتاعي ما بيطلعش عنه خالص تمام كده تمام طيب تعالوا فيه نوع تاني من ال blueprint مهم جدا بس النوع التاني ده بيشتغل حتى لو حطيته مش في level في 20 level خلاص عشان كده ده فيه حاجات حلوة كده ده اللي بنتعامل بيه يعني في الكورسات ممكن اه تتعامل ده اسهل اسهل لكن لو انت عايز الاحترافية لا الاكتور بلو برينت كليك يمين بلو برينت كلاس اكتور بلو برينت اللي هو بتاع البلو برينت هتلاقي ايفينت بيجين بلاي اقوله بقولك ايه احزف لي دول بس الاول وتعال هنا هطلع وير خلاص وهكتب هقوله بقولك برينت ما انا عايز اعرف الكود شغاله ولا لا بس المرة دي قولي بالعربي مثلا انا هو معرفش هيطلعها ولا لا طبعا بالعربي ولكن يخلينا نشوف كله يركز عشان دي مهمة جدا لو دوست بلاي طلع لي عمر ما طلع ليش الجملة التانية انا هو اه يبقى الكود ده لسه شغال طيب هنخش جوه نفس الكود الت وندوس هنا الت وندوس تاك هنا خلاص كده انا فصلت واشتغلت على الاكتور اللي انا لسه عامله بس برضو لو دوست هنا مفيش اي حاجة مفيش الكود مش شغال مش شغال ليه هقولك اه بص يا باشا اصلا حضرتك الاكتور احنا اتفقنا ده بيشتغل مع بصوا 600 ليفل 600 مشهد وانا جات في المشهد بتاعي ومش عايز استخدم الابن ليفل بلو برينت ليه عايز اعمل الكود مرة واحدة واحطه في 60 ليفل او 60 مشهد هاسحب الكود بايدي او واحطه في المشهد مجرد ما عملت كده بلاي بصوا او ظهر لي هنا بس الكلام بالعربي طبعا ايه هنكتبه بالانجليز المرة دي اقولون مثلا مثلا استوريو واتبقى بالله خضر يا سيدي خلاص سيف وتعالوا نشوف ادي ظهر لهو استوديو على الشمال فوق تعالوا نطول المدة برضو عشان الناس تشوف كويسا نعمل بالشكل ده كده خمسة زي ما انتم شايفين ادي فوق على الشمال بينا اقدر بعد كده افتح هعمل وانسميه عمورة لان انا حزفت طبعا ده اللي لسه موجود مش عارف ايه اه لان التاني ده اللي جنبي اسمه عمورة طيب وهفتح يقولي السيف القديم اقوله اه بصوا فتحت الليبل ده فاكرين لو دست بلاي مفيش اي حاجة طيب لو حطيت الاكتور ده في المشهد ودست بلاي طلع لي ايه استوديو نفس يبقى هنا في الاكتور اقدر احط اي كود انا عايزه او بفكر فيه او اعجبني واقدر احطه فاكتر من ليبل اختصار للوقت فيه خصائص جميلة جدا اتعرفوها بعدين مع الديسباتشر البلو برينتس وبينها وبين بعضها حاجات تحفة كلامي اعيه تاني كلامي مش للمعماريين او المعماريين فقط كلامي لأي واحد عايزه شغل انريل اللي تابع الكورسات خصوصا الكورس الاخير العملاق اللي هو بتاع الاكستيريور انريل اكستيريور استخدمنا بلو برينت واستخدمنا الفانكشن والماكرو لازم تمام لازم غزمن عنك يعني خليني مثلا معلش لازم عشان بس تعرفوا قوة الانريل فمعلش لازم نشوف انا اجيب لكم الحتة المقصودة اهي مثلا ازاي زي ما انتوا شايفين هنا انا مسلم العميل فايل يقدر العميل يتحكم فيه الوذر سيستم او الوذر كنترول سيستم او المشهد كله عن طريق السلايدرز يا جماعة احنا في المكس كنا بنقعد سنين وتعمل فيديو ويقولك معلش المصمار ده اتنين ميلي متزح يمين طبعا ده كان بيخليك تشد شعرك بقى وفيه ناس كان بتنتحر وفيه ناس كان بتكسر ايه يعني كان بيحصل لنا بلاوي دلوقتي خلاص اتفضل حضرتك المشروع بتاعك على الكمبيوتر او الاندرويد او الاي او اس او الماك وتقدر براحتك زي ما هنشوف دلوقتي بغير في المشهد زي ما انا عايز المشهد ما كانش على فكرة كده المشهد كان طبيعي كده بصوا زي ما انتوا شايفين خليني اجيب لكم الوذر من اول خلاص طبعا هنا بنتحكم فيه الشمس كانت فين والفج والمشهد الليلي كله عن طريق السلايدرز زي ما شايفين كده بتحكم او في الشمس كده بتحكم في الفج كده بتحكم فيه اللون بتاع الفج هنا بتحكم فيه زي ما شايفين الدخان بتاع الايس بصوا هنا بتحكم فيه بديت فعشان تعمل الحاجات دي لازم عن طريق طبعا مش كده بس يعني بصوا المشهد لما يتحول الشجر بيفقد الورق بتاعه زي ما انتوا شايفين بصوا بتتحكم في درجة فقدانه ايه الورق زي ما انتوا شايفين بصوا بصوا كده المشهد اهو غابة وبتاع والبيت اهو ورانا وده بتحكم في قد ايه تغطية نسبة التلج في المشهد طيب شايفين احنا كنا فين في السنين اللي فاتت والتكنولوجي اهو التكنولوجي اللي جايلنا او اللي احنا المفروض نوكبها بقى مش عايزين نتاخر بزا كل ايه السنين اللي فاتت عاملة زي ومعلومة ليكو ده مش للانتيريور والاكستيريور بس يعني ايه يعني حضرتك لو عندك لو عندك منتج وعايز تعرضه للناس يحرك مثلاً وليكن عايز اقولكو كان عندي حاجة لو بودجيت برضو عشان يكتأس البلو برنت لازم تشوفه يعني لازم تشوف الحاجات ديت عشان تعرف ايه اللي احنا بنعمله ليه ده مشروع لو بودجيت يا جماعة اه طبعاً انا ما بعملش مشروعات لو بودجيت يعني البودجيت يكون مظبوط اما ما بعملوش ولكن ده كان من طرف شخص يعني صديق يعني كان عايز يعرض ازازة عادية خالص خلاص طبعاً وكده المفروض الزرار ده طبعاً لو بودجيت ما حدش يقول ده لا بفضل الله المشاريع معروفة يعني ولكن ده كان مشروع لو بودجيت كده ايه بسرعة ده واحد عايز اعامل شركة عنده منتج ايا كان تقدر تخليه بوث تقدر تخليه ستاند تقدر تخليه لمبة تقدر تخليه عربية تقدر تخليه اي حاجة لا لا هوريهول كل وقت ده يتطبق على كل الحاجات التانية فمثلاً زي ما تشايفين بيلف هو عنده مصنع بتاع بلاستيك وكده ده اللي هو على فكرة ده تعديلات العميل معروفة طبعاً خلاص بالشكل باليواي وبالاضافة اللو بودجيت يعني كنا منشد في شعبنا ولكن اللي هتشوفوه ده اهو هنا دود لو ده سف تلاتة يتسايف الصورة اللي هو عايزها بتاعة الموضل بتاعه بالستايل اللي هو اختاره يتسايف في فايل باسم شركته في فايل على اي درايف هو عنده في السي او الدي او 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 حتى ممكن تقوله شويز يعني يزهر له ميسج يقوله هتسايفها في السي ولا الدي ولا كذا كذا كلام ده كله بالبلو برينت فمثلاً عندنا مثلاً منتج هنا اي ده بيتفحص الموضل طبعاً ده دخلناها عزي براش وكده طبعاً اعيد تاني ده لو بودجيت يا جماعة يعني كل دول مش متعوب فيهم الايكونز وكده فاعزرونا يعني هنا هيبدأ عايزي غير الالوان خلاص عايزي خلي هما ثلاث انواع ازايز طبعاً الغطيان زي ما تشايفين هما انواع عايزي غير اللون عايزي غير يخلي الغطى نوعين من الغطيان وتلاث انواع من الزايز ازاي صغيرة بشكل معين غير الكبيرة غير الوسطانية كل واحدة ليها غطيين زي ما انتو شايفين خلوله بس اتجريلكو عشان نغير طبع الـ background بتدوس حرف الاي زي ما تشايفين فوق كده مكتوب press A to change كده كل ده عن طريق البلو برينت يبقى انا معماري هشتغل عرض منتج طبع وبرده تابع المعماريين هشتغل طب لو انت جيم طب وفيك اكتر من جيم قصتها بتدور حول زي الـ project ده اه يبقى الـ unreal لو انت عايز توصل لأعماقه الـ unreal تفهم البلو برينت طيب تمام كده خاتوسعنا بقى واتكلمنا واجبنا فيديوهات طيب يبقى انا الـ actor بلو برينت اقدر احطه في اكتر من وده اللي بيميز الـ actor بلو برينت عن الـ default عن الـ default level بلو برينت طيب هل معنى كده ان انا ميفيحش استخدم الـ 2 من اللي قال لو انا عايز المشهد ده ككل ركزوا ككل يحصل شيء معين في المشهد ده ككل كده رزمة واحدة هستخدم الـ 2 عادي اصلا بيستخدموا مع بعضه ولكن هستخدم في الشئ ده الـ level وليكن مثلا انا عايز اول مبدأ يلود لي مابة معينة مثلا وما الى ذلك لسه advanced يعني هستخدم مثلا الـ level ده حاجات متعلقة بي المشهد ككل مش اضاقة وما الى ذلك حلو اوي 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 طيب تعالوا بقى نتكلم عن الـ variable يبقى احنا دلوقتي سيبنا من الـ الـ level blueprint حاط فيه اقول لكم يعني خلاص بقى وهنخش في الـ امورة او عمورة او اي شطورة اللي هو الـ actor blueprint اللي احنا عاملينه لان هو ده الوحش بتاعنا خلاص طيب اوكي 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 تعالوا نتعرف على اسهل حاجة وهي الـ variables يعني ايه او قبل الـ variables تعالوا نتعرف على الـ actor blueprint الـ actor blueprint زي وزي تاني بالظبط خلاص ولكن هنا بيتميز بوجود viewport الله viewport ليه هنا لانك ممكن تضيف هنا يعني ممكن يتم ده يكون برمجة بس وممكن تكون model بيتم عليه برمجة الله يعني ايه يعني حضرتك تقدر تحط هنا تكتب كده بصوا في الـ add component فاكرين الـ component فاكرين في اول درس او تقريبا او تاني درس لما عدت اقول لكم ركزوا في الكلام بتاعي سواء معماريين او غير معماريين ركزوا في كلامي الـ component وعشان ادخل اغير حاجة من هنا لازم ما ادخل على الـ component مظبوط يبقى ما كناش ايه بنقول كلام في الفضة ولا اي حاجة كل حاجة بتتقال اقول لك خلي بالك من دي يعني خلي بالك من دي طيب هنضيف component ونكتب عليها static عفوا 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 static mesh عندنا اكتر من نوع احنا عايزين static mesh دي بافلي static mesh قال لي هتسمي ايه قالوا خليه static mesh لما دوس كده على static mesh في قايمة دي هيظهر لي هنا شو اخدي بالك انتم من قايمة اللي كانت هنا لو انا دست على اي static mesh بقدرة اتحولت لي جوه هنا اه يبقى انا كده فهمت الاكتر طالما فيه هنا static mesh وهنا ده الكمبوننت اهو الكمبوننت ايه static mesh طب جوه الكمبوننت فاضي فاكرين برضو لما عادت اقول لك وعشانك وعدنا نمثل وشلنا اه لو تفتكروا اه بنعمل رفريش شوية لما جبنا موضل زي ده وجبناه هنا وجلت لكم ممكن امسح منه الموضل اللي جواه بس هو يبقى لسه موجود iele such لديSc Editor oko موجود لكن مفيش مjжد فاكرين نفس الموضوع هنا اهو انا عند ال aggressive mesh وعند المشق الاقتصاق ممكن بقى تحطي ببرحتك ممكن احط قريب او اي موضل عندك مجرد اسمي قائمة دي بتختاره وحيكون تمام. اتا اهو كورة. مجرد ما تدوس سايف. اهو. ادي الاكتور بتاعي. طب بصوا لو غيرناه. انا طبعا لو انا بتعاني مع الاكتور في الفيو بورت على طول ببقى كده بصوا. خلاص? ليه? هحتاج مثلا انا اغيره في الزي. لازم اشوف هو متغير ازاي. خلاص? اخي اغير الموديل. زي ما تشوفين هغيره لكيوب. ابقى شايف القصة عاملة زي. اه خليه خمسة خمسة خمسة. زي ما انتم شايفين ده. خلاص? اه طبعا والديتيل زيها زي قايمة الديتيل اللي هنا. زي الفل لحد جدا. طيب? تقدر بقى من هنا طالما انت عامل زي ما انتم شايفينه هنا كده. تقدر تيجي على طبعا تقدر تيجي على الجراف هنا وتقول له بص يا باشا. قص ده بقى بصوا تعلم على ستاتيك مش هيقولك الستاتيك مش اللي هو ده هنا. خلاص? تقدر بعد كده بقى تخليه ايه? تقول له اختفيلي مش عارق زي ما احنا عملنا في الدرس الاول تقريبا او التاني. لما احنا اتكلمنا على الكمبوننت. طيب. حلو الكلام. طب افرض موضل معين في حتة معينة ويعني مش عايزة ادخله جوه البلوبرينت ده. ينفع عفر به اهي طبعا ينفع. تمام? دي ليها حاجة واحتياجات ودي ليها احتياجات. ولكن ينفع بمعنى. تعالوا نشوف اول الحاجة معانا النهاردة. الريفرنس و الست والجت. خلاص? الريفرنس. انا هحزف. خليه بالك وستاتيك مشي هنا وستاتيك مشي هنا. الكمبوننت. الكمبوننت. شوفوا بعيد تاني ايه. طيب. الستاتيك مش عندي هنا. هقول له دليت. الله دلتلي هنا. طبعا. طبعا. طيب. هنيجعل ايفنت جراف. و هنعمل حركة حلوة. كله بقى يطق طق. خلاص. ودهنو كده ويركز معايا. الاكتور بتاعي. اهو. ده. عندي هنا الديتيل بتاعه اهو. لسه ما فيهوش لاستاتيك مش ولا حاجة. انا هقول له بقولك ايه. طيب. و هنسميها. عفوان يا شباب عفوان عفوان عفوان. مايك تخلع سوالي. الصوت واضح كده يا شباب معلش. الصوت واضح عندكم. هنجيب الفريابل و هنسميه اي حاجة وليكن انا عايزة اعمل موضل ما فيهي خليه استاتيك مش او. زي ما كان موجود. خلاص. استاتيك مش. خلاص. و هتيجي من هنا تكتب استاتيك مش. هتلاقي انواع كتير استاتيك مش اكتر و استاتيك مش اهي عادي بتاعنا. بصوا علامة البيت هنا. والاكتر علامة البيت. ولكن ده حاجة و ده حاجة. هتيجي من هنا. و يطلع لنا زي ما انتم شايفين. الله ما نقدر من جوه هنا. اختار بصوا. اللي انا عايزه. اهو. خلاص. مجرد ما ادوس ده كده طيب انا هأثر على ده في المشهد. طب انا اش عرفني ده موجود في المشهد. ولا لا انا عايزنا حاجات في المشهد. اقول لك طب يا عم تاتا تاتا. هنغير ال variable. هيبقى. static مش. اكتر. اوبجيكت ريفرنس. كومبايل. سيف. هتقول لي يا عم مفيش هنا مش عارف اختار. اقول لك ايوة يا باشا. اسمه اكتر. static مش. اكتر. يعني ايه? يعني حضرتك لعلاقة بالموجودات هنا. طيب هتعامل معهم ازاي? قال لك بص يا سيدي واحدة واحدة. ده قوي جدا الطريقة دي. هندوس instance editable. وهندوس expose spawn. كومبايل. سيف. دلوقتي الاختيار بتاع ده عشان تقول هو في يعني ايه اللي جوه لل static مش component. طلع لك هنا static مش. تقدر هنا تختار اي حاجة من موجودات هنا. بالاسماء. يعني دي اسمها اسمها ايه? بيج وال. هتاخد هنا هنا copy. هتيجي على الاكتر بتاعي. اواب يكون عشان تعرف مكانه وعملين هناك كرة بيضة لكن ما بتبنش لما دو سبلاي يعني خلاص. وتيجي هنا كده وفي السيرش تكتب بيج وال. عندك بيج وال وان وبيج وال تو وبيج وال وان مثلا. خلاص? وبعدين خلاص انت كده اخترت اللي هي البيج وال بس اللي هي دي. يبقى دي اللي هيتم عليها الحاجة اللي احنا هنعملها دلوقتي. هقول له بصوا بقى برينس. انسى بقى ده خلاص. الستاتيك مش اللي انا اخترته هنا هو اللي هو البيج وال. اه عارفو اقول لك اه. اللي هو البيج وال اللي هي دي. اقول له بقول لك ايه? ست ماتيريال. عايزة ادي اول ما ادوس. يعني اعمل لي الاول ماتيريال. خلاص? هيقول لي طب عايزها امتى? الاكشن ايه? اقول له اول ما ادوس على حرف الاف. اف كي بورت. خلاص? اروح للستاتيك مش ده. ادخل لي جوه الكمبوننت. وستغير لي الماتيريال بتاعه. اقول لي نوع الماتيريال ايه? اقول له يا ابني واحدة واحدة هو. اغيره لي دي مثلا. خلاص? بالشكل ده. انا ماشي. اول ما ادوس على الاف. هب. لي مش شغال. طيب. دعالوا نكتشف ليه مش شغال. تا 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 كده مع بعض. ادي الاكتر بتاعي. ادي البيج وال. ادي الاستاتيك مش بتاعي. الاستاتيك مش ماشي معمول اكسبوز. دخلنا جوه الكمبوننت. و ادي الماتيريال بتاعي. اه ماشي. ممكن يكون طيب. خلينا نشوف الماتيريال. عفوا. ادي الماتيريال بتاعه. هناخده كده. وناخد منه كليك يمين. كريات انستانس. وانسميها. اي ام 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 ام. ونفتحها كده بالشكل ده. مش هنلاقي اصلا اي براميتر. هنخش بوه الماستر ماتيريال. والكالر بتاعه. كليك يمين. طبعا شرحنا الحاجات دي. خلاص? فعشان كده. انا مش بقف يعني. وانغير بقى. هنطلع البراميتر ده بره. علشان نستخدمه كانستانس. ماتيريال. ادي اطلع لي هنا كده. وعايز ده يبقى باللون الوحش دوت. وهقول له بقولك ايه. ده هي اللي هتبقى هنا. بالشكل دوت. المفروض دلوقتي انه يتغير يعني. اف برضو ما اتغيرش. برضو ما اتغيرش. طيب. خلاني عم بس تشيك عليه. الست. ماتيريال. 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 بتاعنا كله تمام تمام. طيب. اه اه اه. تمام. ده لهو يخبرة بيض. طيب. بصوا شباب. احنا اتفعنا قولنا. في اختلافات اختلافات ما بين البلوبرينت ليفل بلوبرينت ويالاكتر بلوبرينت من ضمن الاختلافات دي ان الليفل بلوبرينت مش هيحتاج ان حضرك تعمله انابل ايمبوت اللي هي استخدم للشرطة قط اللي هي الاف بقى ومش عارف ايه في حين ان الاكتر بلوبرينت عشان بيستخدم باكتر من طريقة ممكن كود مفيش موضل كود يمشي على اي حاجة انت عايزها من هنا وممكن موضل يتحط وتفضل تاخده copy past copy past فعشان كده بيقول لك لا حضرتك لو عايز اليمبوت لا حضرتك اعمل ايمبول ايمبوت فانا هدخل هنا كده ويكليك ايميل واكتب event begin play وهقوله بقولك ايمبال لا عليه input enable input وهيقول لي player controller ايه اقوله يا سيدي ما هو player get player controller اللي متخزن عندك ال default بتاع player controller اللي هي اللعب او information بتاعة keyboard سوما الى ذلك خلاص يا شباب اول ما ندوس compile و save المفروض دلوقتي هيشتغل لو ما اشتغل شباب بقى في عاجة غالب if اتغير لي زي ما انتو شايفين طمام يبقى الاكتور blueprint يقدر يغير لي اي حاجة طب بصوا بالحطة الجامده اوي 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 دي انا هفتح level تاني هروح هنا وهفتح العمورة اللي هو فاضي خالص الاكتور اللي احنا فاكرين ده لما حطناه هنا بصوا اول ما تدوسه هنا ايقول لك ال static mesh هتختار انهي مفيش ما عنديش هنا في المشد static mesh هتخلص اقول له يا ابني واحدة واحدة ما بيقول لك انا جوايا كود عايزة تديه ها طاقة مفيش اقول له طب واحدة واحدة add the place cd و add هحط لك box بيء الشكل ده وحط لك اي نوع من عنوع الاضاءة بقى كده خفيف خفيف يعني add the direction مثلا عشان بس نشوف القصة فيها ايه و add the skylight يعني على سبيل بس يعني اي حاجة في اي حاجة طبعا مش هتشي عادة لازم build طيب اهو خلاص عشان بس ايه طبعا لسه ما فيش اي حاجة انا ما فيش اي اضاءة ما فيش سكاي ما فيش اي حاجة تمام يا شباب و قادي الاكتور بتاعي الاكتور بتاعي احنا حطيناه قبل كده خلاص فجي قال لك ها انا جوايا كود انت حطتني هنا ها دلوقتي انا لقيت في حاجة اسمه كيوب هتختاره وقال له اه ما اشيلي الكود عليه تخيل بصوا بقى طبعا لازم اعمل ground عشان ما اقعش لان لو انا دست كده بصوا هقع تمام فلازم اعمل ground حاجة وهجيب حاجة اسمها افوا plan بالشكل دوت واعمل لها scale اوي 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 بالشكل ده كده واحطها في اي حتة بس عشان اشوف الوحش ده و هتو سبلاي هنا بصوا F اتغيرلي خلاص يبقى بضغطة زرار بدل ما اخد مش عارف الاسم يبقى انا ببني الرول زي ما انتشافين مرة واحدة فقط واقدر اطبقها على اكتر من حاجة اه في اي مشهد تاني عشان كده عرفتوا ليه فيه لما اخترناه static مش actor ما ضفناهش من جوه لا ده بيقولك ضفهولي من بره ليه فاكرين لما دوسنا على الاكتور بيقولك لا ضفهولي هنا ليه لان انا اكتر بتحطف اكتر من مشهد فلو انت ضفته من جوه مش حيكون يعني حعملك apply على الobject اللي جوه ده بس طب وانا بتحط اكتر من مشهد فيعملك error او هتضطر تاخد الموديل التاني copy او ممكن انت اصلا مش محتاج وتعايز تطبقه على واحد تاني فلازم لو فتحت الكود الاصلي هيتغير لكن هيتغير برضو في بقية البلو برينت التانية يعني تخيلوا كده ان انا في المشهد ده انا بدل ما اعمله اكتر لا اخترناه مثلا البوكس الفلاني ده رحنا للمشهد التاني لقينا حاجة تانية تم انا هغير السورس طب ما السورس لو تغير في واحده هيتغير في التاني برضو اما هنا بيقولك لا يا باشا انا طلع لك هنا هو وانت اختار اللي انت عايزه في اي مشهد بس كده مش هطول عليكم البلو برينت دسم طبقوا يا شباب عشان تستفادوا الا مفيش داعي اصلا لحضور اي كورس من كورسات الانريد لازم التطبيق مفيش اي حاجة خالص وهنقف لحد هنا وكم معاكم عمر شريف سرور شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عموما لو في اي سؤال الشباب تركوه في التعليقات او تواصلوا مع باشماندس وعمر او حتى على الصفحة ويبتوفيق لكم شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته